السلام عليكم سماحة الوالد يقول رجل قبل أن يسلم أعطى لشخص آخر 25 ألف دولار مضاربة ثم لم يحصل على هذه المضاربة وماطل هذا الشخص في دفع المبلغ مدة 15 عاما علما بأن في هذا الوقت ارتفعت الأسعار ولا يستطيع أن يشتري به بيتا كما كان في السابق فهل يقبض من هذا الشخص المبلغ الذي أدخله معه مضاربة أم أكثر منه إن كان حصل على أرباح يأخذ نصيبه من الأرباح مع رأس المال وإن كان لم يحصل على أرباح يأخذ رأس المال فقط وإن كان خسر الخسارة على صاحب رأس المال نعم الله تعالى أعلم